نتكلم بقى عن ورش الصيانة للقطارات بالمحطة تمام هل موجودة قد ايه بيتم الفحص الدوري على العربات كل قد ايه؟ طبعا احنا برضو الميزة الجوهرية من ناحية مستوى الصيانة اللي هيخفف الضغط على محطة رمسيس وتجهيز القطارات قبل الرحلات احنا عندنا مبنى لورش العربات ده تقريبا حوالي 12 سكة بيسعى 140 عربة ممكن يتم صيانتها في نفس الوقت وتجهيزها للانطلاق زي بالزبط المطارات الطيارة بتاخد وقت للتجهيز وبعدها بتنطلق نفس الكلام في القطارات احنا عندنا ورشة للعربات 940 عربة بالاضافة طبعا للوحدات المتحركة زي الجرارات عندنا ورشة لصيانة الجرارات لست خطوط بتسع حوالي 24 جرار في الصيانة في نفس الوقت فطبعا الطاقة دي هتخفف على محطة رمسيس وهتدي سرعة تقاطر للزمن الرحلة أسرع بخدمة وجودة أعلى للمواطن إن شاء الله